في الأثناء يواصل معبر رفح البري فتح أبوابه أمام دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة وخروج المصابين الفلسطينيين ورعاية الدول الأجنبية هذا وأفادت مصادر بالمعبر أنه تم وجار دخول 186 شاحنة مساعدات إغاثية منوعة واستقبال 42 مصابا فلسطينيا وعدد من رعاية الدول مشيرا لأن المعبر شهد خلال الساعات الماضية دخول 193 شاحنة مساعدات سلمها الهلال الأحمر المصري إلى الهلال الأحمر الفلسطيني ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا